إذن مشاهدين الكرام يبدو أن محمود جميل عاد إلينا من مقر انطلاق نايسا 301 إليك محمود ما هو الجديد الآن في تفاصيل هذا المشهد المهم نعم بعض التحية كما تحدثت هو مشهد مهم للغاية وهو الحدث الأهم والأبرز اليوم نحن نتواجد تحديدا داخل الغرفة الرئيسية وغرفة التحكم الرئيسي في الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل ساد بمدينة السادس من أكتوبر كل الاستعدادات هنا تمت على قدم وساقة استعدادا لانطلاق القمر 301 نايل ساد في تمام الساعة 11 و13 دقائق كل هذه الأجهزة التي ترونها من خلف استعداد لاستقبال أو إن شاء الله استقبال أول إشارة بعد 38 دقيقة من وقت الانطلاق ستستقبل هذه الأجهزة أول إشارة من القمر الصناعي 301 وهذه هي لحظة الإطمئنان وستكون هي لحظة الفرحة الأخيرة عبر هذه الشاشات يعني أربع ساعات وأربعون دقيقة تفصلنا عن يعني انطلاق هذا القمر الصناعي الهام وكما تحدثنا مع الخبراء هنا داخل غرفة التحكم الرئيسي طفرة نوعية كبيرة في مجال الأقمار الصناعية والإنترنت الفضائي تقوم بها الشركة المصرية للنيلسات في هذه الفكرة التي ولدت عام 2016 بالنسبة للقمر الصناعي الرابع وهو 300 بحيث أن يكون هناك حقوق جديدة للشركة المصرية للأقمار الصناعية النيلسات فبالتالي هذه الحقوق كانت تستوجب وجود القمر الصناعي الرابع 301 فبالتالي قامت شركة تاليس الفرنسية بتصنيع هذا القمر الصناعي ثم اتخذ حوالي عامين ونصف في تصنيعه ثم انتقل إلى شركة سبيس أكس في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في الثامن والعشرين من أبريل وصل في الرابع عشر من مايو السابق ليقوم بعدها بعدد من الاختبارات أيضا علمنا أنه قد أجري عدد من الاختبارات على هذا القمر للإطمئنان أنه لم يتأثر بعملية الانتقال وتم التأكيد على أن هذا القمر لم يتأثر بعملية الانتقال الطفرة الكبيرة التي سيحدثها هذا القمر كما تحدث إلينا الخبراء هنا داخل غرفة التحكم الرئيسي أول طفرة وأول أهمية هي الطفرة التي سيحدثها داخل القارة الأفريقية لأول مرة هذا القمر سيغطي معظم القارة الأفريقية جنوب أفريقيا وخاصة دول حوض النيل فبالتالي سيكون هناك فتح قنوات اتصال جديدة ما بين الأشقاء في القارة السمراء ويترجم الجهود التي تبذلها مصر على أرض الواقع فيما يتعلق بالعلاقات مع الأشقاء وأيضا السرعة سرعة الانترنت الفائقة التي ستغطي كل مناطق مصر سواء الحدودية أو النائية أو حتى حقول البترول وتحديدا حقل ظهر فبالتالي كل المناطق النائية سيصل إليها خدمات الانترنت للأفراد عن طريق بعض الشركات الكبرى التي ستبرم تعاقد مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية النيلسات لوصول الانترنت إلى هذه المناطق تحديدا فبالتالي عند إنشاء أي مشروعات أو مجتمعات عمرانية أو حتى مدارس جديدة سنتمئن بدخول شبكة الانترنت بسرعات فائقة إلى هذه المناطق ليتمتع كل المصريين بهذه أيضا السرعات الانترنت الفائقة أيضا نتحدث عن أن هذا القمر سيتمتع بخاصية هامة جدا وهي معالجة التشويش على القنوات التي ستكون موجودة نتحدث عن 38 قناة بالإضافة إلى 26 قناة في القمر الحالي 201 فبالتالي سيكون هناك معالجة للتشويش وتحديد مصادر التشويش وأيضا من الطفرة أن هذا القمر الذي سيكون من خلاله سرعات انترنت فائقة مع القمر الآخر طيبة واحدة الذي انطلق في نوفمبر الماضي فسيكون هناك قمرين مصريين في الفضاء للتمتع بخدمات الانترنت بشكل كامل هنا كل الاستعدادات تتم كل المهندسين المصريين الذين يعملون في هذه الجرفة وعبر هذه الأجهزة هم يتابعون الآن المدار الذي يتحرك في القمر الحالي 201 ثم سيكون هناك متابعة للقمر الصناعي 301 عند الانطلاق مساء هذا اليوم أيضا نتحدث عن أن بمجرد خروج القمر الصناعي سينفصل عن الصاروخ فلكن 9 بعد 32 دقيقة أما بعد 38 دقيقة سيكون إشارة البث الأولى أو إشارة البث لهذا القمر ومن خلاله سيتم متابعة المدار الذي سيتحرك فيه هذا القمر من خلال هنا جرفة التحكم الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر وأيضا سيكون هناك بعض المحطات التي ستتابع انطلاق هذا القمر منها إيطاليا وفرنسا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية هذه الجهود التي تتم نقلة نوعية كبيرة في مجال الانترنت الفضائي وأيضا في مجال الأقمار الصناعية الذي سيتيح كل هذه القنوات بترددات جديدة عالية الجودة ليتمتع المشاهد بالطفرة التي تتم حول العالم في مجال الأقمار الصناعية أو في مجال الانترنت الفضائي فإذا اليوم نحن على موعد مع حدث هام مرتقب سيشاهده العالم وسيؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو الجمهورية الجديدة عودة إليكم إذا كان هناك أي أسئلة شكرا جزيلا لك محمود جميل كنت معنا من غرفة التحكم الرئيسية بسادس من أكتوبر إطلاق القمر الصناعي نايتس 301 شكرا جزيلا لك